قرابة مئتا شخصية علمية وسياسية حقوقية تطالب بفتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى دعا نحو مئتا ناشط في المغرب السلطات إلى إعادة فتح المساجد أمام مصلين لأداء صلاة عيد الأضحى بعد غد الأربعة بعد قرار باستمرار غلقها للعام الثاني لمنع تفشي فيروس كورونا جاء ذلك في عريضة وقع عليها 193 من النشطاء والباحثين وعلماء وفق ما نقلته وكالة الأناضول أمس الأحد ومن بين الموقعين على العريضة عبد الله النهاري دعية وخطيب والحقوقي أحمد وإحمان ومحمد زيان نقيب صابق للمحامين والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي والدكتور حمز الكتاني باحث في التاريخ العلم الشرعية وعمر أمكاسو عضو جماعة العدو الإحسان والاتحاد العالمي العلام المسلمين والسنكرة العريضة منع أداء صلاة العيد في المساجد العام الثاني على التوالي وقالت إن منع المواطنين المغاربة من صلاة العيد ضرب للأمن الروحي للمواطنين والخميس الماضي أعلنت وزارة الأوقاف شؤون الإسلامية في بيان لها أنه تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدو الوباء عدم إقامة صلاة عيد الأضحى سواء في المصلية أو المساجد وأوضحت أن القرار يأتي نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير الشروط التبعد وأضافت أن صلاة العيد سنة يجوز القيام بها داخل المنازل وهذا الإجراء المنع يرجى منهما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان